الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت قاذفاتها النووية تجاه إيران في ظل تهديدات متجددة قادمة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وتجاه العراقي كذلك كيف جاءت هذه الأمور؟ هذه التفاصيل كلها جاءت خلال الـ 72 ساعة الماضية جاءت قاذفتين من هذه القاذفات وهي طائرات الـ B-52 الأمريكية القادرة طبعا على حمل القنابل النووية دخلت إلى الشرق الأوسط مباشرة إذا ما ذهبنا إلى الخارطة لكي نأخذ تفاصيل ما جرى فعلا وكيف جاءت هذه الطائرات بهذا الشكل الذي نتحدث عنه طبعا الأمر جاء بطائرتين من طائرات الـ B-52 قادمة من البحر المتوسط مباشرة وهذه الطائرة تقدمت ودخلت إلى أجواء المملكة العربية السعودية كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم وأكدت أيضا بأن طائرات الـ F-15 السعودية كانت حاضرة ورافقت هذه الطائرة وأحدى اللقطات كانت واضحة فيها طائرات أو طائرة الـ B-52 مع طائرة الـ F-15 السعودية وهي تحلق على شواطئ الخليج العربي وبعدها عادت طائرات الـ B-52 بشكل واضح إلى البحر المتوسط بنفس الطريق الذي جاءت منه قد تبدو هذه التحركات وكأنها تحركات روتينية دائما نراها بهذا الشكل وبنفس الطريقة من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأمر ليس كذلك أبدا بل أن مجلة بوليتيكو الأمريكية كشفت عن طريق مسؤولين أمريكيين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا التحرك هي ترسل رسالة مباشرة لإيران خاصة وإنها كشفت البوليتيكو الأمريكية بأن هناك تهديدات مستمرة على البنية التحتية النفطية للمملكة العربية السعودية قادمة من إيران وقد رأينا الكثير من التهديدات في فترة التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني تجاه البنية التحتية النفطية التهديدات كانت قادمة من عدد من الأطراف المسألة ليست قادمة فقط من إيران بل من الأطراف الموالية لإيران كانت قادمة من جماعة الحوثي كانت قادمة من إحدى الفصائل كذلك أيضا العراقية الموجودة في الداخل العراقي وبالتالي التهديدات تأتي من كل مكان وأيضا العراق ذكر في هذه المسألة تحديدا وذكر في البوليتيكو الأمريكية مع هذا التحرك بأننا قد نكون أمامه هجوم متجدد من إيران في إشارة طبعا إلى الحرس الثوري الإيراني تجاه الأطراف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان وذلك لأن إيران ببساطة تتهم هذه الأطراف بأنها تتدخل في التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني هم يتهمون المملكة العربية السعودية بأنها تتدخل عبر وسائل الإعلام الخاصة بها لنأخذ هذا اللون المختلف يتحدثون عن تدخل سعودي في هذه التظاهرات عبر وسائل الإعلام عبر كذلك مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تأجيج هذا الموقف وأيضا يتهمون هذه الأطراف الموجودة في الداخل العراقي من الأطراف المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان أيضا تتدخل في هذه التظاهرات وبالتالي بوليتيكو تتحدث بأننا أمام هجوم على ما يبدو على إقليم كردستان على العراق تحديدا كما ذكروا أينما تتواجد القوات الأمريكية ومستشارية التحالف الدولي وفي نفس الوقت التهديد يأتي على البنى التحتية النفطية السعودية ولكن أيضا ذكرت بوليتيكو بأن منظومات الدفاع الأمريكية الموجودة في المنطقة وتحديدا في المملكة العربية السعودية نتحدث عن منظومة الباتريوت هي قاموا بعملية رفع حالة التأهب في هذه المنظومة وقاموا بتقليل وقت استجابة هذه المنظومة إذا ما كان هناك هجوما قادما من الحوثي قادما من أي منطقة من إيران مباشرة فأن المنظومة ستكون حاضرة في عملية التصدير مباشر لأي تهديد سيكون حاضرا في هذه أو مباشرة على السعودية تحديدا وبالتالي وعلى هذا الأساس البوليتيكو الأمريكية ثبتت الآتي حول هذه التفاصيل مسؤول في البنتاجون قال الآتي أن تحليق قاذفتين أمريكيتين من طراز بي 52 فوق الشرق الأوسط كان رسالة استعراضية لإيران المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن طهران تخطط لشن هجوم على المملكة على الأرجح على البنية التحتية للطاقة وهذا ما أضافوه عن العراق مسؤول ثانا في وزارة الدفاع الأمريكية المسؤولون الأمريكيون والسعوديون يراقبون أيضا تهديدا متزايدا من إيران للعراق حيث تنشر الولايات المتحدة الآلاف من القوات والأفراد في عدد من القواعد العسكرية وهذا التقرير وهذا التحرك من هذه القاذفات النووية البي 52 هي تأتي مكملة لتقرير شاهدناه جميعا قادما من الول ستريت جيرنل من معلومات استخبارية نشرتها أو شاركتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية بداية هذا الشهر كما تلاحظون مما جعل الأمريكان أو الأمريكيون يطلعون على هذه التفاصيل مما أدى إلى رفع حالة التأهب هذا يوضح مع تقرير بوليتيكو مع التحرك من القاذفات النووية يوضح أن التهديد لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة مع استمرار التظاهرات وتصعيد التظاهرات في الداخل الإيراني هناك أطراف أخرى استغلت هذه المسألة لترسل رسائلا فيها حدية أكثر وأكبر من العادة التي اعتدناها لإيران الطرف الذي أتحدث عنه هو الطرف الإسرائيلي تحديدا فعادة طائرات البيففتيتو عندما تأتي إلى الشرق الأوسط قادمة مثلا من قاعدة باركستيل الموجودة في لوس أنجلوس الأمريكية كما حدث مؤخرا من الطائرات التي نتحدث عنها هي دخلت ببساطة مباشرة عادة عندما تدخل تأتي طائرات الأف خمسة عشر الإسرائيلية أو طائرات الأف ستة عشر لترافق هذه الطائرة حتى لحظة دخولها وتقدمها طبعا إلى المملكة العربية السعودية لكن الأمر الآن اختلف فهذه الطائرات التي جاءت ودخلت إلى الشرق الأوسط مباشرة دخلت معها طائرات الأف خمسة عشر فقط طائرات الأف خمسة عشر الشبح الإسرائيلية بهذا الشكل كما تلاحظون وهناك أيضا لقطات أخرى لطائرات الشبح وهذه أول مرة طائرات الشبح الإسرائيلية ترافق طائرات البي فيفتيتو بهذه الطريقة وبهذا الشكل وطائرات الشبح الإسرائيلية المشكلة كانت هناك تقارير في أغسطس الماضي قادمة من موقع إيلاف الذي ترونه هنا كانت قد تحدثت من مصادر خاصة تحصل عليها بأن طائرات الأف خمسة وثلاثين الشبح الإسرائيلية دخلت إلى الأجواء الإيرانية وخرجت من الأجواء الإيرانية دون تمكن إيران من ضبط هذه الطائرات على المستوى العملي إيران غير قادرة على ضبط طائرات الشبح لا على مستوى المنظومات الدفاعية ولا على مستوى المنظومات الرادارية أيضا في نفس الوقت فأن معهد العلوم وكذلك الأمن الدولي معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي كان قد نشر مؤخرا مسألة مهمة عن توسع موجود في منشأة نطنز قد تم في الخامس عشر من أكتوبر من صور قادمة من ماكسر تكنولوجيز للأقمار الصناعية وضحوا بأن هناك توسع في هذه المنشأة المهمة التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم بنسبة سبعين أو بنسبة ستين بالمئة عفوا وبالتالي هناك مداخل جديدة وما يوضح أن هناك توسع جديدا ويجب أن نتذكر أن هناك عودة للاتفاقية النووية حتى هذه اللحظة في ظل تخصيب مستمر لليورانيوم من إيران وهذا قد يوضح لماذا طارت طائرات الشبح التي نتحدث عنها هذا جعل الأوساط الأمريكية وهذه التفاصيل كلها مع مسألة الحرب الروسية الأوكرانية جعلت الأوساط الأمريكية وتحديدا مختصين مثل هذا الرجل هنري روم أحد أهم الخبراء في معهد واشنطن أن ينشر على The Hill الأمريكية تفاصيلا ومصائحا وإشارة مهمة جدا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما الذي يجب أن يفعله من أجل التصدي لإيران وإيقاف التحركات الإيرانية وركز على مسألة مهمة وهي مسألة مرتبطة في الطاقة تحديدا فما الذي ذكره هنري روم هو قال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تضع حدا للمبيعات النفطية الإيرانية المستبرة بشكل غير شرعي كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية وكما يراه الغرب لأنه وجد بأن هذه المبيعات الآن هي لا تساعد إيران فقط في التقدم النووي ولا تساعد الحكومة الإيرانية في مسألة لا تساعد إيران فقط أيضا على مواجهة التظاهرات الموجودة في الداخل الإيراني وكذلك هي تساعد إيران على مستوى تعزيز الفصائل المسلحة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط في العراقي في سوريا وحزب الله اللبناني وكذلك جماعة الحوثي ولكن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك فهذه المبيعات النفطية بدأت تساعد إيران في تزويد روسيا بالطائرات المسيرة وأيضا على مستوى الصواريخ الباليستية التي بحسب معلومات استخبارية أوكرانية أكدت بأننا خلال هذا الشهر وتحديدا نهاية هذا الشهر في شهر نوفمبر سنرى استخداما للصواريخ الباليستية الإيرانية من قبل روسيا تجاه أوكرانيا وبالتالي عملية الإرسال هنري روم يتحدث أن الإرسال يأتي عبر بحر قزوين بهذا الشكل من الممكن عبر المياه إلى روسيا ليستخدم في الداخل الأوكراني أو أنه أيضا عبر الأجواء ببساطة تذهب إلى روسيا وطائرات الشحن التابعة للحرصة الثورية الإيرانية الآن هي تملأ رادارات أو الفلايت ريدار 24 وتراها دائما وعلى هذا الأساس بأن هناك إيران بدأت تساعد روسيا بشكل كبير وبدأت تغير عددا من الأمور والمشاهد التي تأتي في المعركة الأوكرانية في ظل أن أوروبا بأكملها تعتقد وترى بشكل واضح أن روسيا تهدد أوروبا ولا تهدد أوكرانيا وبالتالي هو يرى بأن يجب أن يكون الضغط على مبيعات النفط الإيرانية تحديدا يجب أن تكون هناك معاقبة للأطراف التي تساعد إيران في مسألة بيع هذا النفط التي تشتري من إيران النفط الإيراني وهو تحدث بشكل واضح أن الضغط على الصين لن يأتي بنتيجة لأن الصين لديها علاقات كبيرة مع روسيا لديها علاقات كبيرة مع إيران لن يتغير هذا الأمر ولكن هناك دول من الممكن الضغط عليها وأن تكون هناك نتيجة جيدة تجاه هذا الأمر وأن تزيد الضغط على إيران بحيث تبتعد عن مثل هذه المساعدة من هذه الدول هي ماليزيا الهند وسنغافورة وكان هناك ذكرا لعدد من الدول الأخرى التي تشتري النفط الإيراني التي تساعد إيران في مسألة التهريب الإيراني لهذا النفط قد يكون إلى الصين وغيرها وعلى هذا الأساس لا بد لك يا بايدن أن تحقق بعضا من الضغط لأن إيران ممكن أن تقلب المعادلة الموجودة في أوكرانيا وهذا لسبب مهم لأن المبيعات النفطية في الفترة الأخيرة وبحسب هذا التقرير الذي ترونه وهو من فورتيكسا بهذا الشكل أكد بأن هذا التقرير أن إيران قد وصلت في أكتوبر الماضي الشهر الماضي إلى أعلى مستويات مبيعات النفط وصادرات النفط الخاصة بها مقارنة بأي شهر من هذه الأشهر من هذا العام وبالتالي هم يحصلون على الأموال بشكل غير شرعي وعليك يا بايدن أن تضغط بهذه المسألة لأنك ستخسر ما تحققه من مكاسب أنت حققت مكاسبا في مسألة خيرسون من السياسة الأمريكية وسياسة حلف النيتو لم يدخلوا جنديا واحدا ولكن ساعدوا أوكرانيا في السلاح كل هذا اللون الأزرق الذي ترونه بعد الدخول طبعا إلى خيرسون يعتبر تقدما استراتيجيا كبيرا لأوكرانيا لاحظ اللون الأزرق للأوكرانيين كل هذا يعتبر تقدما لكل الجهود والأموال والضخ الكبير الذي جاء في هذه المنطقة ضد روسيا هذا ممكن أن يتغير يا بايدن عليك النظر إلى هذه المسألة أنت الآن في نشوة كبيرة جدا التضخم انخفض من 9.1% ووصلنا إلى 8.5% في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التريدينج إيكونوميكس 8.3% و8.2% وها نحن مؤخرا الأحصائيات في التضخم للولايات المتحدة انخفض إلى 7.7% أيضا في نفس الوقت في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيين يؤدون وأدوا انتخابات جيدة انتخابات نصفية جيدة كان من المفترض أن تكون هي أسهل انتخابات نصفية على الحزب الجمهوري ولكن الحزب الجمهوري لم يتمكن من فعل شيء حتى هذه اللحظة كما تراحضون مجلس النواب الأمريكي النتيجة تأتي بـ 211 مقعدا لجمهوريين مقابل 233 مقعدا لديمقراطيين لن تنتهي الأمور في مجلس النواب الأمريكي من يصل إلى 218 مقعدا هو الذي يمتلك الأغلبية بل أن نانسي بيلوسي قبل أن ندخل هذا أو ندخل إلى هذه الحلقة كانت قد صرحت بشكل واضح بأننا قد نفوز في مجلس النواب الأمريكي وبالتالي حتى وإن فاز الجمهورينا في مجلس النواب الأمريكي سيكون هناك تقاربا كبيرا بينهم وبين الجمهورين وبالتالي هو ليس فوزا كبيرا للجمهورين حتى على مستوى مجلس الشيوخ الأمريكي وصلنا إلى هذه النتيجة وفاجأ الديمقراطيين الجميع فاجأوا العالم بأكمله كيف أنهم فازوا في مجلس الشيوخ الأمريكي في جورجيا الأمور قد تأجلت بسبب عدم وصول أي من المرشحين إلى 50% وبالتالي أجلت إلى السادس من سبتمبر وبالنسبة لأريزونا كانت النتائج بهذا الشكل تميل إلى مارك كيلي الديمقراطي وأيضا كانت تميل إلى أدم لاكسالت الجمهوري بهذه الطريقة التي ترونها كانت الأمور وكان الأمل الجمهوري أن يحافظ أدم لاكسالت على تقدمه وأن يفوز في هذه الولاية وبالتالي ينتظرون جورجيا والحسم في السادس من سبتمبر ولكن مارك كيلي فاز في ولاية أريزونا وفاز الديمقراطيين عن طريق كاثرين كورتيز ماستو فازت الديمقراطية بعد وصول أصوات الديمقراطيين عبر البريد وبالتالي انتهى مجلس الشيوخ فاز الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ وبالتالي جورجيا أصبحت حاصلة تحصيل لأنها ستؤدي إلى تعادل 50 مقعدا بخمسين مقعدا بخمسين مقعدا إذا فازت جمهورينا أساسا في ولاية جورجيا والفاصل هي كامال هارس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذا الأساس فأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن أمام فرصة كبيرة بحسب هنري روم من أجل تحقيق هذه المسألة لكنه اعترف في نفس الوقت بالنسبة له بأن الأمر ليس سهلا لأنه يرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يضغط بهذا الاتجاه قد يضغط على هذه الدول التي تشتري النفط الإيراني وقد تنتهي مسألة العودة للاتفاقية النووية لأن إدارة بايدن لا زالت تريد العودة للاتفاقية النووية وهنا الأمر المهم بأنه من الواضح أن إيران ترى ما الذي يجري في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الموجة الحمراء الديمقراطية الديمقراطيين الذين لا يريدون أي اتفاق نووي لم يحققوا الموجة الحمراء فعلا الديمقراطيين تمكنوا من الفوز في مجلس الشيوخ ومن الممكن قد نرىهم يفوزون في مجلس النواب لا نعلم النتائج فيها مفاجآت كثيرة وبالتالي هذا يعني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا زال يتمتع بقوة كبيرة للغاية ويفتح الباب مرة أخرى للعودة للاتفاق النووي مع إيران أو تحقيق اتفاق جديد ولكن على إيران أولا أن تقضي على التظاهرات الجارية ضد النظام الإيراني المتصاعدة بشكل خطير لأن الديمقراطيين الرئيس بايدن الحزب الديمقراطي هو عادة يدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان مهمة وبالتالي يجب أن تنتهي هذه التظاهرات بالنسبة ومن وجهة نظر النظام الإيراني حتى يفتح الباب للولايات المتحدة أن تناقش إيران في مسألة العودة للاتفاقية النووية بالتالي نحن فعلا أمام رسائل كثيرة أمام تحولات كثيرة أمام تطورات كثيرة تأتي بين ومع جميع الأطراف والسؤال الأهم ما الذي ستفعله الولايات المتحدة الأمريكية وكيف ستكون التطورات في الفترة القادمة مع إيران في ظل انخراطها الكبير طبعا في الحرب الروسية الأوكرانية